دكتور محمد سبيتة وكنا بنتكلم على ما هو الاعتبار السياسي من وجهة نظرك اللي أشارت إليه أو أشار إليه الإعلام الإسرائيلي أولاً إذا لم نكن نتصور أن مصر مستهدفة في هذا السياق العام نكون يعني قريبين من الجهل أو أجهل من الجهل هناك استهداف مباشر لمصر مصر بعدها القومي داخل قطاع غزة مصر الوحيدة التي لها حدود مع قطاع غزة الآن أنت لو رأيت الوضع داخل إسرائيل بداية التجاذب الآن والتحادث الآن خلال الـ 48 ساعة لفاتت الحرب بين نتنياهو والجناح العسكري نتنياهو يقول لم يخبرونا بقبل 7 أكتوبر والجناح العسكري يقر ويقول أنه إحنا أخبرناهم في تحركات يعني متضاربة لدرجة أن هناك قائد للمنطقة الجنوبية إسرائيل أعلنت موته ودفنته أبل في 4 ديسمبر والقسام أعلنت أنه موجود أسير لا يديها جرح أثناء اعتقاله فالتخبط جوه إسرائيل التخبط جوه إسرائيل لا أدر يعطيها قدرة سياسية ولا قدرة عسكرية الآن يعني كما يعرف الجميع أنها أول ما دخلت قطاع غزة دخلت في الشمال وقامت بتنظيف الشمال كما قالت وتطهير الشمال بيت لاهية بيت حنون جباليا الآن المعارك اللي موجودة في جباليا وبيت لاهية وبيت حنون تفوق المعارك التي كانت في بداية الحرب تفوق المعارك التي كانت في بداية الحرب ممرنة سريم اللي عملوا ليقسموا به قطاع غزة إلى جزئين الآن ملقف ومضرب لكل القوات المقاتلة كل قوات المقاومة بكل فصائلها هو مصيد لهم في النص من الشمال ومن الجنوب إلى رفح حتى الآن ما دخلوش نصف رفح أولا دخلوا الجانب الشرقي وهم جاءوا من كرم أبو سالم كويس ودخلوا مبر فيلادلفيا وفي هذا أصلا كان هناك مشكلة مع مصر لأنه دخولهم مبر فيلادلفيا في تجاوز الاتفاقية كام ديفين وهذا يعني مصر تتعامل معه بمنطق وبسياسة وبعقلانية الآن لو لا الموقف المصري في رفض التهجير القصري أو الطوعي لأهل غزة لانتهت القضية الفلسطينية مصر لا تحارب من أجل حرب غزة مصر تحارب من أجل بقاء القضية الفلسطينية حية وبقاء القضية الفلسطينية حية بشيئين بقطعتي الأرض الموجودين اللي هي غزة والضفة الغربية وباللاجئين الفلسطينيين الذين يحاولون تدمير قضيتهم بتدمير الأونروا فمصر تتعامل مع الموضوع كله بأفق أوسع ما يهمها أكثر من موضوع غزة هو القضية الفلسطينية التي هي هدف للتلاشي يعني نحن نشك في أن الميناء الأمريكي في غزة هو ميناء للتهجير مش الرصيف اللي بيعملو ده أنا أكاد أجزب هو معمول علشان كده بس للتهجير لأنه أي كلام حول أنه لإيصال المساعدات المساعدات الإنسانية تصل برا 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 ثم جوا ثم الرصيف يا أستاذ يوسف ده رصيف معمول فاكوش ده المساعدات قعدة بتدخل من الأردن 30 و40 تريلا بيلقوها المستوطنين في الخليل بنزلوا المساعدات اللي عليها وبيكسروها وبعد كده بيحرقوها شفناهم حاليا دي حاجات أردنية أنا فيديوهات كثيرة موجودة حول ذلك طب